شكراً لإتاحات الفرصة أنا عندي بس مداخلة بسيطة هل هو بتعلق بالوضع الحاصل حالياً يعني أنا دار سؤال دار أوجه لك سؤال يعني أنا حسي عالياً بنعيش في وضعي مزري جداً جداً هل يتطلب مني أنه أنا أطلع سورة تاني؟ يعني دار أغير الوضع ده يعني أنا شايفي أنه في حاجات كثيرة جداً جداً مفترض تتغير يعني يعني أنا كزول مثلاً ساير غلطت أنه طلعت سورة لكن في نفس الوقت لقيت نفسي أنه التغيير اللي أنا كان مفترض أطلع من أجله وما لقيته يعني يعني أنا كنت أحلم بوطن زي ما يقوله دموغراطي وطن يسعى الجميع والناس حسي ما عرف الحاكم منه ذاته يعني الحاكمنا منه ذاته نحن ما عارفين هل الوضع ده يتطلب أنه أنا أطلع من أجله سورة ولا لا؟ بس ذات السؤال شكراً لي تحث الفرصة طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد ما بجوز لك تخرج لأنه أصلاً الخروج على الحاكم ما فيو خير لو كان فيو خير كان لقيناه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك شان كيدا تقعد بس تصبر ما عندك أي طريقة مرقة وبعدها نجح أن تعرف العلمانين دل بتاع الخراب وبتاع اللخبة الوضع بتاع التزع طويلة ده بس الدهب ش زغيرة كيدا قبيل قال بيدعو السعوديون إنهم قال يخرجوا على الحاكم قال الحكاية ما عيش بس يطلعوا ليه؟ ده سؤال أسي الزول ده جا قال الأمور ما ظبطت والشغلانة جايتة وكيدا صاح ولا ما صاح وبرضه ما بجوز تصبر نبي صلى الله عليه وسلم قال وإن جلد ظهرك وأخذ مالك أنا بزال يخرجوا ليه؟ بس خراب بس يمرقوا شان يجوطوا البلد ناس قاعدين مرتاحين ماكلين شاربين دين مية مية مساجد مفتوحة ده من ناحية الدين تم الموضوع ده ما شايله أمور مية 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 مدارس شغالين دراسة عن بعد إتي عندك نتلى الكلام ده أمور ما شمية مية أكل شراب سكن يجو يدوك هرد تبني بيه يدوك عربية المقاومات بتاعت الحياة دي كل أمور صابتة فيها تايت قول يمرقوا يمرقوا ليه يعني؟ وبعدين التقبل من الأشياء اللي كنت السبب اللي خلق تمرق على النظام السابق وغشية المجتمع السوداني قلت ليهم جوعت الناس يا رقاص صح ولا ما صح صح ولا ما صح تايت قول للسعودين أمرقوا تدعون للخروج يا أخي السعودين دا الناس عندهم دين يا أخي ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهيتا أمشي شوية كده بالنظام الإسلامي ديشان أموركم تزبطوا الفرصة مفتوحة ترجمة نانسي قنقر